السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتهت مبارات وفاق استيف وولمبيا المدية بنتيجة تراتة صفر للنصور السوداء الاستيفية نتيجة كبيرة جدا ومبارات كبيرة جدا من فريق وفاق استيف قبل ما نبدأ وندخل في تفاصيل اليارات لو انت مش مشترك في القناة تشترك عشان نوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة وتعمل عجاب لو الفيديو عجبك في البداية خلينا نشوف بعض الارقام وبعض الاحصائيات اللي هتوضح لكم فعلا النتيجة المبارات استحق تكون تلاتة صفر لفريق وفاق استيف النسبة الاستحواز كانت اتنين وستين في المية لفريق وفاق استيف مقابل تمانية وتلاتين لأولمبيا المدية وهنا يعني الارقام توضح ان الاستحواز كان يجاب لفريق وفاق استيف والسيطرة اللي كانت على ارض الملعب كان يستحقها بالفعل فريق وفاق استيف لانه سجل تلات اهداف كانت في عشر تزديدات من فريق وفاق استيف مقابل تزديدتين فقط من أولمبيا اللي كان غائب دفاعاً وهجومياً. وايضاً وسط الملعب كان بيعني معاية شديدة فريق اولمبي المدية في هذه المبرأة. كان فيه ستة تزديدات اه صحيحة او ستة تزديدات على المرمى من فريق وفاقة صيف ولا تزديدة من فريق اولمبي المدية وده طبعاً الارقام بتتحدث عن نفسها يعني في الركنيات اه كان اتنين ركنيات اه او 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 ركنيتين فريق وفاقة صيف وViقته اه بالنسبة لفريق اه اولمبي المدية. طبعا ما كانش ركنيات كتير لكن اللاعب كان اكتر في وسط الملعب آآ وبالاخص وسط ملعب آآ فريق أوليمبي المدية آآ في الوضع دي فيها يعني كان بيعاني معانا شديدة فريق أوليمبي المدية. طبعا بالنسبة الاهداف كان نسجل الهدف الاول اللاعب آآ رياض بن عياد آآ في الديئة تلاتة وخمسين لفريق وفاكستيف ثم عبد المؤمن اتجابه بهدف ولا اروع هدف جميل جدا من اللاعب عبد المؤمن اتجابه اللي عاد آآ مرة اخرى للتسجيل اللاعب الموهبة الموهبة طبعا يعني من عشرة او اتناشر سنة كان من افضل ومن من اعزم اللاعبين في البطولة الجزائرية وفريق وفاكستيف وطبعا اللاعب كان له مسيرة كبيرة جدا في الدورة التونسي ايضا يعني خلينا نقول في النهاية بالنسبة بالنسبة لعبد المؤمن اتجابه احنا سعاداء جدا وانا بالاخص سعيد جدا اللاعب سجل هدف وهو بالامانة هدف رائع جدا القرة كانت على يساره زي ما امونكم في الصورة اللاعب سديدها على اليسار على يمين الحارس كان هدف جميل جدا طبعا سيطرة بالطول بالعرض بالنسبة لفريق وفاكستيف يعني على مستوى وسط الملعب آآ كان الفريق يمتلك الكرة آآ فريق اوليمبي الميديا كان بيعاني تقريبا ما وصلش فريق اوليمبي الميديا غير آآ سوى مرتين فقط آآ لمرمى آآ فريق وفاكستيف وكانت تزديدين بعدين تماما عن المرمى بالنسبة لفريق وفاكستيف زي ما قلنا هجوما ودفاعا ووسط ملعب وكل شيء والامانة طبعا لعب ده هموم اللي امامكم في الصورة كان قدم مستوى جيد جدا ولعب ده هموم الحادية في الفترة الاخيرة لعب من اهم اللاعبها في فريق وفاكستيف وايضا لعب دباري اللي سجل الهدف دايما بيقدم مستويات جيدة في المواسم الاخيرة بالنسبة لفريق وفاكستيف اعتقد الفوز ده هم جدا لفريق وفاكستيف وهيرجعه مرة اخرى عشان يقدر ينافس على بطولة الدول الجزائري المشتعة لهذا الموسم اللي فيه اكتر من فريق ينافس زي شباب بولزداد وبرادو وايضا شايفين شبابة الصورة وامولوجية الجزائر وكل الفرق الحقيقة بتنافس على البطولة الفوز مهمة جدا واداء رائع جدا واعتقد ان فيه امل كبير عند جمهوره بعد هذا اللقاء وبعد هذه النتيجة الكبيرة جدا اعتقد ان عندهم امل كبير ان فريق وفاكستيف يقدر يعود مرة اخرى للمنافسة على بطولة الدول الجزائري في النهاية طبعا انا بشكركم واسف جدا على الاطالة